ينتهي العام 2019 بينما يعيش ملايين اليمنيين حالة اختناق بفعل اتساع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها كل الأطراف بمستويات متفاوتة خلال العام المنصر فقد آلاف اليمنيين حياتهم بسبب استمرار الحرب أو آثارها غير المباشرة فالأمراض والأوبئة الناتجة عن انهيار المنظومة الصحية المتهالكة أساسا حصدت الكثير من الضحايا واستمرت آلام الجرحى وشكاواهم في الداخل والخارج وظلت اللجان المكلفة بعلاجهم تطالب بالأموال اللازمة طوال العام دون أن تصرفها وزارة المالية العام الذي افتتح بآمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم القاضي بالإفراج عن جميع المحتجزين مرت أيامه دون حدوث أي تقدم على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق وعلى الرغم من نجاح وساطات محلية في الإفراج عن بعض الأسرى والمعتقلين إلا أنها تظل عمليات محدودة والسجون التي تودع بعض المحتجزين لا تمر عليها سوى أيام حتى تمتلئ بمحتجزين جدد مأساة النازحين استمرت في التفاقم فالنازحون القدامى ألحقوا بنازحين جدد ومئات من المواطنين العاملين في محافظة عدن تعرضوا للتهجير ومونعوا من ممارسة أعمالهم ونهبت الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي بعض محلاتهم ومنازلهم بينما منع آخرون من حقهم في التنقل وأعيدوا من نقاط تفتيش استحدثتها الميليشيات على مداخل عدن من بين الممنوعين مرضى وطلاب وأكاديميون كانوا في طريقهم للسفر عبر مطار عدن إلى الخارج تزايدت عدد حالات إخفاء مواطنين في سجون قوات الحزام الأمني وبقية التشكيلات الممولة من الإمارات في المحافظات الجنوبية خصوصا بعد أحداث أغسطس وفي صنعاء أضافت ميليشيا الحوثي النساء إلى قوائم ضحاياها حيث اعتقلت مئات من النساء ثم أفرجت عنهن واحتفظت بالعشرات منهن في سجون بعضها سرية وأصدرت وسائل إعلامها فيلم دعائيا بعنوان خطوط حمراء اتهمت فيه ضحاياها من النساء بالارتباط بما يسمونها خلايا الحرب الناعمة وهكذا ينتهي العام 2019 في حال يمكننا فيه القول إن كل يمني قد تعرض لواحدة أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان ولم يعد بإمكان شعب يعيش أكثر من نصفه على المساعدات أن يبدي المزيد من الصبر والانتظار لانتهاء الحرب وتوقف طاحونة الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر